شكرا لك يا أمينة إذن إلى أخباري الوطن الآن مشاهدين الكرام وننتقل على المباشر إلى المقبرة العالية أين سوار أثر جثمان الفقيد إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق اليوم بعد صلاة الظهر للإشارة فقد انتقل ليلة الاثنين إلى رحمة الله الفقيد عن عمر نهزة 86 سنة ننتقل على المباشر مع مفاة تلفزيون النهار إلى هناك أحمد قار أهلا بك أحمد صباح الخير زميلي بلال وصباح الخير لكم لكل مشاهدي ومتابعي قناة النهار نحن الآن زميلي بلال كما تشاهدون في مربع الشهداء هنا بمقبرة العالية في انتظار وصول جثمان الفقيد رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني الذي وفته المنية كما ذكرت سالف زميلي بلال يوم مساء الاثنين إلى ثلاثاء عن عمر نهزة 86 سنة الجنسة ستكون بمراسيم رسمية كما ذكرنا أمس زميلي بلال بحضور كبار المسؤولين في الدولة بداية من الوزير الأول سيد عبد المالك سلال والطاقم الحكومي كلهم سيحضرون هنا إلى مربع الشهداء فيه كلمة تحضر كذلك ستوقع كلمة ربما من طرف عائلته أو أحد من المسؤولين في الحكومة الجزائرية وصول الآن العديد من الأسلاك الأمنية سواء التابعة للرئاسة الجمهورية وحتى الأسلاك الشرطة والحماية المدنية هم كلهم مجندون هنا بمقبرة العالية في انتظار وصول جثمان الفقيد إلى هنا وسيتم وسيورثار عفوا بعد صلاة الظهر مباشرة هنا بمقبرة العالية